الايه? ونرجع تاني لحل الكلام. احسن صنعين اللعب جمه اصرع وممكن يكون رقم واحد. خلى شكل اللعب مختلف تماما في كل حاجة. خلى اسلوب اللعب مختلف. رتم اللعب مختلف. يقدر المدير الفني يعتمد عليه في حاجات كتيرة جدا 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 جوة الملعب. فيقدر يخلي شكل الملعب بشكل مختلف. كان بيعمل حاجات فهو احنا بنلعب بصراحة شديدة كنت محمد ربانيا بلعب معاه. يعني في اسلوب لعبه وكده وشطه وطريقة وطريقة دارته جوة الملعب كدارة فنية. كسنتر او صنع اللعب الفريق. كان دي شكل مختلف. فيعني الحمد لله تماما هو كان بلعب معاه في نادي واحد. لان لو كنت بلعب قدامه كنا هيبقى في المشكلة كبيرة وانا قدامه واحد اصبر. كنت فرقة يعني لما يعود يتكلم مع الفريق لا بيديهم باور وديهم حماس. في نفس الوقت كمان اسلوب معاهم اسلوب بقى محترم جدا. بس هو مشكلة لو ما بيقفش 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 بتبقى فشتوحشة جدا علينا. وان دايما احنا نظاهرين بلتكون متحصبين ونخسر وبتاع هو بيحل مشاكله بهدوء جدا. ويقدر يليد الامور لينا الحمد لله. وعشان كده ربنا كرمنا في الجيل بتاعنا يعني ان هو كان كابنة قدري وجاب جهاز محترم بصراحة شديدة جدا وجاب جهاز على الاعلى مستوى واختار مدير فني محترم. وكل امور دي وبدأ ينسخ اموره وبدأ فعلا شايفين كل تد بطيري ترد تاني للمساري الطبيعي فتاح الداخل من الاهلي. دكتوراته السنة اللي فاتت دي كان اول نتيجة لي اه على مستوى الدرجة اولاد وبنات كانت قطع ايمين وشمال خسرين ولاد وبنات خسرين. وماشاء الله قدروا يحققوا انجليزات كويسة. واعتقد الساني برضو السمحيين دهو الافتيقية معنا ابطالي الدولي هو كان رئيس جهاز. اعتقد ان احنا ماشينا على الطريق السليم معي. وبإذن الله حقا اكتر واكتر واكتر ما هو كبير egg 6 الناس اللي عنده سمات النازل الاهلي. سمات البطل. سمات A الشخصية اللي هي زي نقول عايشة. يعني شخصية البطل في الامور. عنده شخصية دي كويسة جدا 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 ازاي يقدر يساهم ويقدر ينقل الفكرة دي لكل الناس اللي جاية بعدين يقدر ينقلها وبينقلها شوف نوم بنقلها لكل كل الاجهزة اللي معاها بالوقتي. فدي شخصية مهمة جدا جدا شخصية الناد الاهلي وشخصية البطل دي حاجة مهمة جدا جدا جدا. من المتسعين حصل كنا قاعدين في درهم الدرعات حصل زلزال بتاع الزلزال بتاع مصر. فكنا قاعدين في قد واحدة انا كنت تعبان جدا وفجأة انا اقول لك انا ما حسيتش بزلزال ده. فان كل مصر حاصل. لكن حاسب بحاجة ان كابتن ياسي بيتحرك في قدر بجاري بسرعة. فبصلك كده بقول له يا كابتن ياسي فيه. ايه لا بش حاجة بس انا عايز اشوف جزمة اللعب اخدها ولا جزمة الجاري. وزلزال شغال. فمعد كده قلت له يا كابتن ياسي يعني انت بتدخل عالجزمة. وزلزال شغال. طب انا كنت تعبان ومايته بالتدريب. لأ ما اوقف مش هنساها في حياتي مبعض. بقول له ربنا يا وفاقك اللي جاي وربنا يا كلمات بإذن الله. وعايز اقول حاجة مهمة لكابتن ياسي يعني. زي ما كنت لعيب وكنت كابتن وقاد وكده في الملعب. ما شاء الله عليك انت فعلا تستهلك كتير. ولسه كل جمهور النادي واحنا جامعون منتظرين منك انت وفرقة كلها الكتير. وان شاء الله بإذن تكونوا عقدر مسؤولين. انتو الانتين قاعدين في قودة واحدة ومش حاسين بالزلزال. لا انا حاسيت بيه. انا كنت صاحي. انا متل ما بنامشي الظهر قوي بعمق. اه. فانا هاسب الزلزال. لقيت الابليك اللي فوق العادي بيفوق. فقالت له عادي قوم فيه زلزال. قال لي طب انت بتعمل ليه. قلت له بدور عالجزمة اخد. انا جزمة. جزمة جاي. كنت لابس لبس التمرين والشراب وجايز بس فاضل الجزمة. بس. قلت له بسرعة. ربنا ما يجيب ميجيب مرة تاني علينا. طيب يمكن كابتن خالد تكلم على شخصية البطل. سواء لعيب او فرقة بتكسب. هل دي بتتنقل لللاعب ولا اللاعب اللي بينقلها المدرب ولا المدرب بينقلها النادي ولا ده سيستم هو اللي بيخلق البطل. اعتقد دي بتبقى متوارسة. متوارسة. اه. يعني. من جيلي جيلي جيلي. بالضبط. من ولاد النادي. مع السمات والاسلوب الادارة في الداخل النادي. اعتقد احنا كلنا عندنا نفس السمات تقريبا. انت عودت كده من ناشية. هو انا بلعبش جدا على الاول. اه. انا دي فنانت اللادي الاهلي. لازلت محافظ عليها. اه. دي تقيلة. مش اي حد يلبسها. طب هل بتنقله الكلام ده بقى وانت ادارة دلوقتي. اه طبعا. اللي تطبع عليك ولا بتطبقه بقى كمان بطريقة حديثة وبطريقة تانية انت بصد المعلومة اكتر من الاول. اه يعني بيبقى الاسلوب مختلف شوية. نعم. اه يعني ما اجي اتكلم مع اللعيب دلوقتي غير الزمان. يعني الطريقة مختلفة. طب اه انت الوقت الراجل مسؤول. وراجل عينة كنت لعيب دولي وكنت لعيب على مستوى عالي جدا. لما بتشوف دلوقتي مسلا وانت داخل كده تدريب بالنسبة للناشئين اللي هو بكورة اليد. هل انت بتشوف نفسك في الولايات دول وبتقول ان انا ده وده وده مسلا هيطاقبوا لعيبة عالية قوي. بشوف طبعا لعيبة بتلفت نظرك يعني فيه لعيبة تلفت نظرك. اه. سواء مهريا بتحس اللعيب دوت لأ. اه. عنده حاجة مختلفة عن بقية المجموعة. اه. فده بتبتدي تسأل اللعيب ده ايه. اه. اللعيب ده ماشي ازاي. هل فيه متابعة منك بقى للعيبة ديت. طبعا. وبتناموا عنده المهارة اللي انت لسه كنتقول عليها. ايه حقيقة يعني ان كان احنا السنة دي عملنا اه اضافنا مركز جديد في في الجهاز. اللي هو مدرب تطوير. الاداء. اه. اه. خططي. اه. لا تطوير المهارة بتاعت اللعيب. المهارة بتاعت اللعيب اه. الاساسية ده ده. اتلوق في الملعب. لما لقينا ان المدرب ما يبقاش عنده عشان الاعداد بقت كتير. فالمدرب فيه اوقات ما بيبقاش اه. اه. عنده الوقت ولا الملاعب ان هو يقدر يشتغل على اللعيب الواحد وفردي. نعم. كم اللعيب في الملعب احنا عندنا فيه فرق عشرين في فرق عشرين في فرق عشرين. كل مباراة. اه. لا مش كل مباراة دي لهو فتمرين. اه. اللي هو اللعب المقايدة عندك. اه. اه. عدد اللعيبة في الملعب تبقى ستة. ستاشر. اه. ستة وحارس. دول باللعاب المباراة. ما مبال انا أنا أخذ السامع أن فيه حيبقى تغيير في عدد اللعيبة اللي هتتغير في الملعب أكثر من كده كمان كعدد جوه الملعب؟ تغيير اللعيبة في.. لا اللعيبة تغيير مفتوح يعني تغيير اللعيبة جوه الملعب مفتوح ما فيهوش مشكلة مفتوح واللعيب اللي بياخد كارت ده بقى بره بيبقى بره وبينزل اللعيب بعد ديئتين لا عادية بنزل اللعيب يعني حسب العقوبة طيب